ورجعنا لكم بعد الفاصل وتاني فقرات برنامجنا برنامج الاختيار اليوم معظفنا الكريم وطبعا شرفنا بالزيارة لنا لتاني مرة الأستاذ محمد أبو شرادة أحد أهالي المنصرين أهلا وسلم أستاذ محمد أهلا بكم أستاذ أحمد والله نورتين والله يا فندم النهاردة نورك ونور البرنامج ونور الناس المحترمة كلها الله يبارك فيك الله يبارك فيك أستاذ محمد طبعا أنا حابب أبدأ أولى كلامي ببسم الله الرحمن الرحيم احنا نشدنا الحكومة لأيام الماضية صحيح؟ تمام بالنسبة للمنصرية أنا عن نفسي ما كنتش متوقع الاهتمام الكبير اللي حصل ده من اتجاه الحكومة للمنصرية طبعا هقطعك بس في الكلام أنه هو بصراحة كانت النداء الاستجابة ليه كانت سريعة جدا وده اللي احنا تعودنا عليه منهم بالاهتمام بالمنصرية طبعا حصلت طفرة كبيرة في المنصرية يا ريت حضرتك تكلمنا ايه اللي حصل لأيام اللي فاتت دي؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم الأول أنا بأهن السيد الرئيس الدمورية والشعب المصري والقوات المسلحة المصرية باحتفالات مصر واكتوبر المجيد ده بداية الحديث والله احنا بنسبة المنصرية نقول الحمد لله في استجابة سريعة معنا من المحليات سريعة وقوية وربنا وراد طبعا فيه كبري معد الفتيات كبري مشاه يا ريت يا جماعة تنزلونا بالصور بتاعة الكبري الصغير للمنصرية كبري معد الفتيات كبري مشاه بالتنصيق مع الوهدى المحلية واهالي المنصرية وشباب المنصرية تم تجييد الكبري وتعمل مشاه فقط لانه كان الاولى من الكبري واصلا من البداية مشاه بس طبعا الناس كتبسغلوا غلط فالحمد لله الوهدى المحلية طبعا قيادة الاستاذ احمد عفتاح ربنا يوفقه يا رب طبعا والفريجي عمل معاه وسيد رئيس مجلس المدينة هي صور الكبري معنا حاليا يا استاذ محمد وربنا يا رب يوفقهم والناس دولك بازلوا مليوت غير عادي وتم تصليح الكبري بما تم فيه ويتعمل مشاه فقط ودي خدمة للمنطقة لأهالي المنصرية أجمع وخارج المنصرية أي لأ بتكلمك على منطقة في المنصرية منطقة بتسمى جبل البلد أو جبل البلد بجوار معد الفتاة بجوار معد الفتاة فالكبري ده أصلا مكان الأول معمول والعربات بتعد عليه كان ممكن أي حد حرامي ياخد حاجة وبيعد التكت لقي نفسه عدى طلع لأسفلت ياخد يمين أو الشمال هرب دلوقتي ما فيش أي حد هيقدر يهرب سواء كان سرق حاجة ولا حاجة لازم هيخش شمال من قدام الكبري هيعدي قدام المساكن هياخد لفة كبيرة على ما يوصل وكاميرات تصوير فكله اللي هيفكر يسرق حاجة هيخاف يخش في الحتة دي فأنا بشكر بصراحة الوحدة المحلية ورجال الوحدة المحلية وبشكر أهلي المنصرية وشباب المنصرية على الجهد المبزول اللي اتعامل في موضوع الكبري ده وبصراحة برضو أنا حابب برضو أكمل على كلام حضرتك رسالة شكر وحب واحترام من لم يشكر الناس لم يشكر الله واسكروا الفضل بينكم حابب أتوجه بخلص الشكر إلى رئيس مجلس الوحدة المحلية ورئيس مجلس مدينة منشئة القناطر وطبعا بما إن الوحدة المحلية عندنا في المنصرية عندنا رئيس وحدة الأستاذ أحمد عبدالفتاح رجل محترم جدا وشغال 24 ساعة على الاهتمام بالمنصرية تمام حابب أشكر 24 ساعة في 24 ساعة بصراحة بالظبط والأستاذ مصفى ساعد الدموكي ومجموعة تيم كامل وكمان أتوجه بخلص الشكر لمحافظ السيد محافظ الجيزة على الاهتمام بالمنصرية لإن بصراحة إحنا شايفين حرقة رهيبة من التطورات داخل المنصرية كمان حابب أتوجه حضرتك بتقول الحرمية أنا شايف إن قسم منشئة القناطر السيد رئيس المباحث سامح بي بدوي مش سايب حرمية خالص ولا سايب بلطجية بصراحة الرجل شايف شغل 24 ساعة والله بالنسبة للأمن والأمان إحنا بنقوله الحمد لله بصراحة الفترة اللي في وجود سامح به ربنا يبارك فيه طبعا فريق المعاوم معاه بصراحة أكيد الناس دي عاملة مجهود خارج غير عادي لأن المنصرية بدأت تبقى بقرة للمخدرات والبلطاجة بس بفضل الله طبعا بفضل رجال الأمن ربنا يبارك فيهم يا رب عملوا مجهود غير عادي للقضاء على المخدرات في المنصرية وبقرة المخدرات الكاتمنة أكبر البقر في محافظة الجيزة والحمد لله اتقضى عليها وربنا زح الغمة دي عننا الحمد لله رب العالمين وبرضو بصراحة الأمن متواجد معنا ليلو نهارك هو بصراحة كمان برضو حابب أضيف على حضرتك رسول محمد أن عندنا السيد الرئيس المباحث مركز منشتر قناة ورمأمور القسم ومعاونيه الزباط والأفراد والأمناء متواجدين في الشارع 24 ساعة لبس الأمن والأمان والطمأنينة داخل قلوب الأهالي المنصورية والبلاد المجوعة حوالي تقريبا كم بلد بيشتغلوا فيها ليلو نهارك 24 بلد مركز منشتر 24 بلد وبصراحة ربنا يعانهم حمل ومجهود كبير عليهم بصراحة يعني أنا واثق الناس دي ما بتنامشي بأمان وأنا برضو بأتوجه بالشكر للسيد وزير الداخلية محمود بيك توفيق على المجهود العظيم اللي بتقوم بي رجال الشرطة بصراحة حاجة رهيبة يعني ربنا يحفظهم يا ربنا بس التمأنينة والأمن والأمان بين الشعب المصر أكيد يا فندم طيب بما أننا احنا في أيام أنا باعتبرها أيام كريمة لأن يوم العزة والقرامة وإن شاء الله بإذن الله احنا داخلين عليه وهو نصر أكتوبر المجيد حابب تقول إيه للشعب المصري يا أستاذ محمد والله أنا بالنسبة للشعب المصري وبينها دي الشعب ككل بجميع طواقفه ووافقاته لابد من الالتفاف حول السيد الرئيس الجمهورية الراجل ده ماشي بخطة ثابتة صحيح ماشي صح آه إحنا مش هنقول إن إحنا برضو تعيبنا بس هو راجل بأمانة يعني في تقدم ونصبر شوية والله والله الراجل ده بيعمله لأخيره هيعم علينا وعلى أولادنا في القريب العاجل دي حقيقة فبلاش إحنا المهطرات والأفكار الراجعية لأ إحنا عاوزين نوفر الراجل ده ورح قمتنا وجيشنا عشان أنا هتبه مصر إحنا فعلا يعني سنة سنتين هنجني سمار اللي بيتم في مصر حابت تقول إيه أستاذ محمد للكارهين والحاقدين والمسلطين على هذه الدولة مصر حابت تقول لهم إيه؟ والله بقول لهم الأول ربنا يهديهم ويصلح حالهم ويصلح حالنا معهم اللهم إجعل كيديهم في نحورهم وبقول لهم والله والله الراجل ده لو حصل أي هجلة قدر الله في مصر لنرجع لنقطة الصفر بل أبطر من الصفر وإحنا الناس الشعب الناس اللي هتنطحن ما ننساش برضو معذرة اللي أنا بقطع حضرتك يا أستاذ محمد ما ننساش إن السيد الرئيسي الجمهوري عبد الفتاح السيسي واخد البلد عبارة عن خراب واخدها وقعة بأمانة يعني مش وقعة كلمة وقعة دي يعني شبه إن هي إيه؟ هتقوق يعني ما بين البني لأ ده هو واخدها شبه ما فيش إن إحنا نوصل للإقتصاد اللي إحنا فيه الأيام دي ونوصل للمشاريع الكبيرة كتير كتير حقيقة الأصمرات وغيرها وغيرها عشان ما ننساش ألاف المشاريع اتعملت والصورة السماكية وحاجات بصراحة كتير يعني والصلاح الأراضي والمدن البناء الجديدة كل مليون ونص فدان وغيرها والعاصمة الإدارية وغيرها وغيرها من المساكن كمان وإن هو مهتم برضو بالشباب السيد محمد آه طبعاً ده هو ده جهد غير عادي بصراحة من السيد الرئيس الجمهورية وحكومته والحكومة بتاعتنا وبرضو من الناس المخلصة لمصر واقف على سيادة الرئيس واقف على الحكومة فأنا بتمنى من الشعب المصري كله بجميع الطواب بتاعته نقف خلف قيس الجمهورية وورا حكومتنا وحكومتنا والله بتعمل للصالح بتاعنا كم مواطنين فمش عاوزين حد يرجعنا الوراتين ده رجائي وبتمنا من الشعب المصري الجميع طواقفه نحن على الطريق الصحيح نحن على عهد ونحن على عهد بقونا مع سيادة الرئيس طبعا وحكومتنا وجيشنا وشرطتنا وعمرنا ما نتخلى عنهم ولا نبيد عنهم وزي ما قال الرئيس اسمعوا مني متسمعوش من غيري كانت رسالة قوية رسالة فيها معاني كثيرة اسمعوا مني متسمعوش من غيري تفسرها بإيه يا أستاذ محمد والله سيادة الرئيسة ما قول اسمعوا مني متسمعوش من غيري لأنه كان في بعض الناس يتبع دخيلة على مواقع التواصل الاجتماعي يقولوا أخبار مش سليمة ومش موثوقة أخبار بالضلل الشعب هي مش مواقع هي مش عالسوشال ميديا فقط وللأسف على على إحدى القنوات يعني أنا أنا بسميها القنوات الإرهابية ومش عايزة أذكرها كمان يعني الناس دي ايه كمية الحقد والكره اللي جواهم للبلد ده السيد محمد الناس دي هاوزة مصري تقع الناس دي هاوزة مصري تقع مقابل حفنة من الدولارات يوقع بلده ما بتفرقش عنده هو طالما بسيط للمال ما بتفرقش عندك لا وطن ولا وطنية ولا ابنك ولا بنتك ولا امراتك ولا ابنك ولا أي حاجة خالص ربنا يحفظنا منهم يا رب الناس دي بتبص للكرسي للفوضى مش عاوزين احنا الكلام ده احنا ربنا كرمنا الحمد لله والله ربنا كرمنا بصور تلاتين ستة مشينا في المصاري الصحة والطريق الصحة طبعا بصور الشعب ضد نظام صابق طاغي يعني يعني ياريت ياريت يبقى في وعي عند الشباب والشباب بالأكتر ياريت يكون عندهم وعي ان احنا حكومتنا ماشية بخطوة سابتة يجب الالتفاف حول القيادة كمان في هذه الايام يا ستوز محمد انا شايف ان الرئيس دايما ينادي ويشيد بدور الشباب في الدولة بيمسكهم مراكز ويقولهم خودوا معي التجربة حطوا ديكو في ايديا ده ده احنا بنشوفه في جميع المصالح الحكومية صحيح الشباب المخلصين فعلا صحيح معاي رئيس بيدخل الشباب وبنشركهم في كل حاجة حتى في مجلس النواة اللي فيات كان كله اغلبيته فيه شباب كتير صحيح وبعدين في بعض الشباب برضو يا ستوز محمد اللي هم ايه زي ما بقولوا اللي هم قاعدين على الكنبة مش عايزين يتحركوا عايزين الشغل يجيبوا لحدهم تحب تقول لهم ايه دول والله انا بنسبة للناس اللي قاعدة على الكنبة وعاوز الشغل مفيش شغلة يجيلك لغاية عندك صحيح انا زي ما قلت في الحلقة اللي فاتت لا يحق جلدك مصر وزفر انا ليه طلب باكت طلبي بوديه للمسؤول بتاعي وبلح عليه وافضل متابع معاه بغاية ما يخلصولي او يقول لانا وصلت الواحدة 2-3-4 انما انفنا قاعد مطرحي واقول لانا عاوز اعمل كذا انا مش هتتعمل وانا قاعد ما بس عايش قاعدوا بعضة المصطبة معليش يا اسف انا ماقول بعضة المصطبة وبنقعد وبنتكلم واحنا عاوزين نعمل في الجبعة المنصرية عاوزين نعمل مستشفى عاوزين نعمل نقطة شرطة عاوزين نعمل مركز شباب طيب فين انا من ده كل فين تكاتب بتاعي فين ما عملتش طلباتي لي وديتها للنائب المسؤولة على الدائرة بتاعي واتابع معاه انا عاوز اعمل كل حاجة وانا قاعد وارجع اقول والله النائب فلان ده ما عمل ليش حاجة خالص ما عملتش منك صح ما انا لو انا بعمله طلباتي وبدهاله وبتابعه واقول يا معالي النائب دي طلب المنصرية امشي فيه وتابعه كل اسبوع ده بشكل عام كمان مش المنصرية فقط ده كل البلاد داخل الجمهورية انا بخصه وبالي ده بشكل عام على مستوى الجمهورية انا ليه مصلحة بتوجه بطلبي للنائب بتاع دايرتي بقول له يا معالي النائب اتفضل انا ليه مصلحة هو لسان اهل دايرته صحيح لانا مش هيعمل كل حاجة لوحده اتفضل طلبي اهو صحيح وبتابع معاه واسع معاه واشوف هو وصل ليه وعمل ايه انما ما انا ما اقولش وانا قاعد مطرح ما هو انا قاعد مطرح ما حادش هعمل لي حاجة خالص هفضل زي ما انا محلك سر بس انا قاعد مطرح انا بقول كلام دا بعمل بلبلة لأ ما تلزمش البلبلة في الوقت دا طبعا انا معزرة بمعزرة ان انا بقطعك والستيز محمد الحديث معاك شايق جدا حابب بس اطلب من الكنترول بعد ذلك يا جماعة تنزلونا مؤسسة مؤسسة بيت الشفاء الطبي طبعا المؤسسة دي مؤسسة خيرية بصراحة لها دور عظيم في الايام الاخيرة وزي ما احنا قلنا لم يشكر الناس لم يشكر الله واسكر الفضل بينكم طبعا المؤسسة دي لها دور فعال كل الشكر والتقدير الى مؤسسة بيت الشفاء الطبي عمل اكثر من 350 عملية جراحية يا استيز محمد مياه بيضاء وشبكة وقرانية وطبعا بيعملوا كل العمليات الجراحية مجانا فطبعا الاستاذ هيسم علوان وكل التيم اللي مع حضرتك اتوجه ليك بخالص الشكر من خلال برنامج الاختيار على وقفتكم بجانب الفقراء والمحتاجين ارجع تاني لأستاذ محمد طبعا يا استاذ محمد يوم النصر ويوم القرامة ده كان يوم عظيم اليوم ده ما يتنسيش ابدا يعني احنا كجيل جديد ما حضرناهوش بس بنسمع من حضراتكم وبنسمع من أبعاتنا وأجدادنا ان ده يوم لن ينسى تحب تقولي ايه عن اليوم ده استاذ محمد يوم 6 اكتوبر 1973 يوم رد الكرامة للعالم العربي كله مش مصر بس للعالم العربي اتنعو في العالم العربي بدون مصر مفيش صحيح مصر هي الحز رمانة الميزان مصر رمانة الميزان في العالم العربي في العالم في العالم ككل صحيح كان 73 6 اكتوبر 73 رد الكرامة للشعب لمصر دي كله بقرار جي من رئيس جري رحمة الله علي رحمة الله رحمة الله رحمة الله رئيس محمد انار السادات الراجل ده لن تنجبه مصر مرة اخرى على اعتقاد ان هي انجبته مرضة اخرى فخامة الرئيس عفتاح السيسي فخامة الرئيس عفتاح السيسي جاي في وقت احنا مش وقت حرب احنا كنا منهارين والله احنا في حرب يا استاذ محمد حرب داخلية للأسف حرب داخلية وخارجية اللي هم بتوع الخارج هم اللي بيبسوا في الداخل بس اكيد الشعب واعي ومدرك وفاهم ان كل ده كذب وتضليل وتدليل لو الشعب ما كانش واعي ومدرك ما كانش عمل صورة 30 نونيا صح ما كانش وقف ورا الريس ويطلع اكتر من 30 مليون ينادي باسقاط الطاغية الصادق بدون ذكر اسمه ما بنذكرش يا سامي حدو بدون ذكر اسمه لان يعني في صراحة اليوم عظيم زي ده مش حابب ان انا اذكر اسماء يعني زي دي يعني فخلينا كده ايه نتكلم على اليوم النصر والقوى 30 يونيا صورة شعب مش صورة ايهاد صورة شعب الشعب اللي عاوز تغييري الشعب اللي عاوز الاحسن والحمد لله ربنا كرمنا الحمد لله في المصار صحيح وخطة سابتة ومن تقدم لتقدم فهمت الرئيس واحنا معاك ومع حكومتك وجيشك وشرطتك ولن نتخلى عنكم ما هو حصل نحن معك نحن على العهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحن معك دائما وسنظل معك دائما نحن نؤيدك فانت بعض الله الحصن الحسين وارجع لك الله في مصر كائد الكائدين لهم لكل من يتسلطون على الشعب المصري لبس الفتنة والطغينة داخل جمهورية مصر العربية ولكن نحن نسك في حبك لابنائه وطنك نسك في حبك لشعبك نسك في مشاريعك العملاقة التي تقوم بها فخامة الرئيس استاذ محمد بصراحة ومن داخل القلب بجد الرجل ده أنا ليه كاريزمة خاصة يعني بالبلد زي ما بقوله دماغه رهيبة بيعمل مشاريع عملاقة فخامة الرئيس بيعمل مشاريع وبينهض بمصر بسرعة البرق صحيح وفاهم مصر وشعب مصر وفاهم العالم الخارجي وكل واحد يخطط في ايه ويفكر في ايه وبيبطل اي محاولة للخراب لمصر بيبطلها بحنكته السياسية وبأمانة يعني بأتطراق له بياخد خطوات جريئة لإصلاح الاقتصاد في مصر لأ وكمان يا أستاذ محمد معظرة برضو لأنا بقطع كلامك سيبطل رئيس عنده نظرة استبعادية سابق العصر وسابق أوانه بيبطل قدام يمكن لألف خطوة قدام بيحسب الحاجة قبل ما تحصل وبيكون عنده علم بيها فلذلك دايما بيفشل مخططات الجامعات الإرهابية يعني بص يخططوله شمال يتلقوه يمين يعني في كل حتة الرئيس موجود طبعا الرئيس مش لازم يفسح يقولها للشعب لأنه في حاجات برضو بيبقى له وجهة نظره السياسية ويعرفها الشعب ما عرفهاش بس بترجع بعد كده بتتضح للشعب صحيح زي الجزيرتين ولازم يتفهم الكلام اللي بين السطور زي الجزيرتين الجزيرتين الشعب بصاروا بعاوي ومعرفوش البعض السياسية لما الجزيرتين استردوا لمصر مدى الحياة ويدعم عليهم حاجات لصالح مصر وتحمل أمن القومي طاعة مصر طبعا عشان ده أمن قومي مش هنتطردك ليه زي لأن الرئيس ما بيفصحش عن كل شيء بس يكفي أن يكون الشعب واعي ومدرك تماما لما يدور حوله من الخارج لبس الفتن داخل مصر بأكيد طبعا برضو يا سيد محمد أرجع لك تاني برضو بصراحة اليوم ده أنا يعني أنا بشوف في السيادة الرئيس بجد بص بقى إحنا ولاد بلد صح كده وده برنامج ولاد البلد زي ما بقوله برنامج الاختيار هو ولاد بلد خلاني نتكلم بالبلد الرئيس لما بعد أسمع خطاباته ما بيبقاش مجرد الكلام يا سيد محمد لا طبعا فيه كلام بين السطور كده لأبناء شعبه حال يعني اتطمنهم وفيه كلمة جملة عجبها قوي عجبتني قوي بجد الجملة اللي هو بيقول فيها إيه اللي يفكر يبص المصر أشيله من على وش الأرض كلمة قوية كلمة لها ألف معنى تدل على إن معنى رئيس قوي جيش قوي معنى جهاز شرطة قوي بتضع في نفسنا طمأنينة معنى شعبه مخلص ومعنى شعبه مخلص وفاهم ومدرك ومعنى رئيس سبحانه رئيس الفتاح السيسي لما بيقول حاجة بيبقى عارف وبيقول إيه وعارف وفاهم إن في الشعب عفهمها وفاهم إن الشعب قلبا وقالبا معاه يعني رغم أنه إحنا فعلا ظروف اقتصادية صعبة بس إحنا بنبني يا جماعة لازم نتحمد يجب أن يضع عيدنا فأيد لوحدها مش هتسقف بالبلد لازم إيدينا كلنا مع حكمتنا وطبعا مع الزرة من أستاذ محمد أستاذ محمد هجعل آخر ختام كلامنا هو إند لوحدها ما تسقفش لازم أو يجب كما ينبغي أن يكون مصر كلها بالأجماع أن تكون على قلب رجل واحد يد بيد نبني يد بيد ننهض للأمام حتى نكون دولة يحتزى بها كما يقول الرئيس دائما كلمة أخيرة أستاذ محمد قبل أن أختم حلقتي أنا دي شعب مصر بالأجمع بقول له يا شعب خالينا وراء الرئيس خالينا الرئيس بيعمل لمصلحة مصر مش لمصلحته الشخصية لمصلحة مصر مش عاوزين عدقات ضد الدولة عاوزين قفرة تصير عاوزين حكومتنا تنشغل بالمخططات الخارجية عاوزين بقي حكومة مشغولة بخارجي ودخل سيد محمد نورتني النهاردة كنت ديف كريم وأتمنى أني حضرتك تنورني مرضة واثنين وثلاثة وفي كلمة أخيرة حاببة أقولها للمتسلطين على هذه الدولة من الخارج يبسون الأفقار المسمومة داخل الشعب المصري لكن نحن شعب صاحي كويس أوي فاهم ومدرك لما يدور حوله وعندما يعلو صوت الكلاب فاعلموا أن الأسد قد أوجههم هذه عبارة بسيطة طبعا كان معايا النهاردة الأستاذ محمود عيد المطرب والفنان الجميل أمتعنا بصوته وكان معانا الأستاذ محمد أبو شرادة نورتني أستاذ محمد اللهم احفظ مصر من كيد الكائدين وحقد الحاكدين ومقر الماكرين اللهم اجعل مصر في كنفك يا أرحم الراحمين ستظل مصر دائما وأبدا هي أم الدنيا رغم أنف كل حاقد أو مستغل عليها من غير قطع كرامك فضل ربنا اللي قال في كتابه العزيز مصر محفوظة نورتني يا أستاذ محمد نورتني أعزائي مشاهدين برنامج ربنا يا خليكة سيد محمد أعزائي مشاهدين برنامج الاختيار انتظرونا الأسبوع المقبل وحفظ الله وأمني ورعايته تحية مصر